اشتركوا في القناة وإحالته إلى مجلس الشورى مداخلات ومناقشات نيابية موسعة دارت في أهم موضوعاتها حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 بينت حجم التعاون والتفاهم بين السلطتين التشريعية من جهة والتنفيذية من جهة أخرى تكللت بموافقة المجلس على مشروع القانون طموح جلالة الملك على رأس الحكومة كبير جدا خدمة المواطن والعمل بما يجلب النفع للمواطن الهم الشاق الذي جلالته في كل أحيان ولكن تحت ظروف معينة بالنسبة للميزانية تحديدا ربما نحتاج إلى بعض التوافقات وهذه اللي تمت في الاجتماع الأخير ما الأخوان سواء بالنسبة لعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين أو علاوة تحسين المعيشة لموظف القطع الحكومي أو بالنسبة لعلاوة المعاقين فكل هذه الحمد لله حققا فيها أرقام جيدة نتمنى إن شاء الله أن تنعكس إيجابا ونتمنى إن شاء الله أن في المزانات القادمة تستطيع الحكومة أن تلبي أكثر من ذلك بالنسبة للناس في ظل تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية ما تم من إنجاز صحيح أنه يخص فئة كبيرة من الناس ولكن الطموح أكبر نحن بإذن الله هذه أول خطوة وأمامنا ثلاث سنوات ونص قادمة سنحاول أن نمس جميع فئات المجتمع القطاع الخاص ما نسيناهم القطاع الخاص لهم مبارات قوية وكثيرة لم يكن لما لها أثر مباشر لكن سيرون هذه المبارات تنطلق خلال هذا العام بإذن الله ونحمل الله ونشكره على هذه المبارات والإنجازات المشتركة ونأمل بالمزيد إن شاء الله أعضاء مجلس النواب أشادوا بالاهتمام الكبير الذي أولاه جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن علاوة على السعي لتحقيق التوازن المالي ومواصلة مسيرة النماء والتنمية الشاملة مؤكدين على نجاح التعاون مع السلطة التنفيذية وما أثمر عنه من تقدم في مستوى معيشة المواطن التي توصلنا له هذه النقاشات أننا قدرنا مع الحكومة أن نتفق على شريحة المتقائدين وشريحة المواطنين العاملين في قطاع العام الآن أيضا أكدنا ضرورة أن تكون هناك علاوة معيشية للقطاع الخاص والحكومة أكدت أن هذا الشيء يتم مناقشته في لجنة عادة توجيه الدعم التوافق الذي صار بين المجلس والحكومة حول الميزانية أمر مهم جدا وحظي بإشادة جلالة الملك حفظه الله ورعا هذه الميزانية مختلفة بظروفها والظروف الاقتصادية المذببة خاصة أن المملكة ذات اقتصاد أحادي ما يجعل اقتصادها عرض للتقلبات أعتقد أن المجلس حقق إنجاز مهم وهو الدعوم والعلاوات والمبادرات التي تحققت أكيد نحن نطمح للأكثر لكن متفائلين بتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطنين معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بينا خلال رده على بعض الاستفسارات أن ما تحقق للمواطن البحريني هو خطوة من مسيرة طويلة وأن طموحات كثيرة تتعلق على السنوات المقبلة لمزيد من التقدم والتحسين المعيشي لجميع الفئات ودون استثناء وهو ما لقي ارتياحا واستحسانا واسعا من قبل السادة النواب الموافقة على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2023-2024 جاءت بعنى نقاشات واجتماعات طويلة جدا كان تحسين معيشة المواطن البحريني على رأس أولوياتها دائما يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر